الحمد لله رب العالمين نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونسلم ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم قصة سيدة مسلمة كان أبوها خليفة وكان زوجها خليفة وكان أخوتها الأربع خلفاء إنها فاطمة بنت عبد الملك بن مروان كان عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين كان يحكم مصر والحجازة ونجدة وليبيا والسودان والشام كلها والعراق وبلاد ما وراء النهر وبلاد السند عندما خطبت فاطمة لمن؟ خطبت لعمر بن عبد العزيز الخليفة أبوها خليفة وصار بعد ذلك زوجة الخليفة أخوة الأربعة الخلفاء الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك واليزيد بن عبد الملك وهوشام بن عبد الملك ماذا صنعت فاطمة عندما زفت إلى عمر بن الخطاب إلى عمر بن عبد العزيز وكان عمر يومها شخصا عاديا لم يجبس على كرسي الخلافة زفت بالجواهر والذهب زفت بمتاع الدنيا كلها زفت بما لا يخطر على بال بشر وعندما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة سألها سؤالا قال لا اختاري قالت أي شيء أختار يا أمير المؤمنين قال لا إما أن تختاري الذهب والجواهر والماس والزمرط ومتاع الدنيا وإما أن تختاري عمر بن عبد العزيز خيارها بين نفسه وبين ما تملك من زينة زفت بها لأنها بنت الخلافة وأختي الخلافة نشأت في بيت الخلافة بنت الأميرة والأخت الأمراء وأختاري إن عمر الآن أصبح خليفة لقد مات عبد الملك ومات عبد الوليد ابنه ومات بعده سليمان ابنه الآخر وأصبحت الآن زوجة أمير المؤمنين إما أن تختاري الدنيا وما فيها وإما أن تختاري عمر بن العزيز ماذا قالت؟ قالت بلسان الحال أختار عمر بن عبد العزيز قالت ماذا قالت أخت الخلافة؟ والله لا أختار عليك أحدا يا أمير المؤمنين هذا ذهبي وهذه جواهيري وتلك ثياب زفافي وثياب زفافها المرصعة بالماس والزمر فإلى أين تريد الزهاب بها يا عمر قال سأذهب بها إلى بيت مال المسلمين لتكون الفقراء والمساكين إنه العدل كله والنزاهة إنها الزهد كله الإخلاص كله غناك قبل فقرق إلى أين تذهب بجواهرها وذهابها وزينتها وثيابها وزفافيا إلى أين؟ إلى بيت مال المسلمين ثم قالت فاطمة بلسان يقينها جعلنا الله وإياك يا عمر فداءً لله ورسوله ويذهب المال كله وكان عمر بن عبد العزيز يأكل خبز بحصات ملحةً وعندما حضرته الوفاة سنستمع اليوم ماذا كان في أيام العيد جاءت بنات عمر بن عبد العزيز وقلنا له يا أمير المؤمنين اليوم عيد غداً اليوم العيد غداً وليس عندنا ثياب جديدة نلبسها فنات أمير المؤمنين لا أقول أمير الحجزة أو مصر لا أقول إنما إنما هو أمير المؤمنين نظر إلى بناته إنما ليس العيد ماذا قال لهم يا بناتي ليس العيد من النبس الجديد إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد هذا هو شاب تربى على عناية الرسول قال له وزير ماليتي وأراد أن يتزلف إلى الإمارة قال له يا أمير المؤمنين ما ضر لو صرفنا لك راتباً شهر مقدماً فنظر لي عمر نظرة غضب تكاد من شدة غضبها أن تهتك الحجاب الشمس قال لا ثكلتك أمك هل اطلعت على علم الغيب على علم الغيب فوجدتني سأعيش يوماً واحداً بعد الآن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سورة من سورة اللقمان الآية 34 ماذا قال أمير المؤمنين وهو على فراش الموت ماذا قال وهو سكرات الموت فيقول لها يا فاطمة اخرج الآن فإنني أرى خلقاً يزاحمون على مكان هذا خلقاً غريباً ذو أجنحة لم أراهم قبل الآن اخرجي يا فاطمة اخرجي يا فاطمة إن للغريب أن يرى أنا الغريب أن يرى رباه أنا الغريب أن يعود دار البقاء اخرجي يا فاطمة فما كان لك أن تتواجد الآن اخرجي إن هناك أجساماً نورانية ذو أجنحة ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع اخرجي فإن الروح تزف لأنها ستصل إلى خالقها الأعظمة ستكون في ضيافة الرحمن هذا إن عمر وهو في هذه الساعة ساعة الاحتضار كان يرطي الآية واحدة في كتاب الله ختم بها سبيل حياته حيث قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يردون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين لا إله إلا الله محمد رسول الله ماذا قال أيضاً عمر الأمير المؤمنين حينما قال قيل له ماذا تركت لأبنائك يا عمر قال تركت لهم الله ورسوله وماذا قال أيضاً قال إذا كانوا أبنائي صالحين فالله يتولى الصالحين وإن كانوا غير ذلك فلن أترك لهم شيء يستعينون به على معصية الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قيل أن بعض أبناء عمر بن عبد العزيز أصبحوا أغنياء وأثرياء في أيام زمانهم بعد أن كبروا في السنة وأصبحوا تجاراً مؤمنين بالله سبحانه وتعالى يتصدقون بأموالهم هذا ما أردنا عن سيدنا عمر بن عبد العزيز قيل أيضاً أن عمر بن عبد العزيز كان الذئب يحرص الغنم وعندما مات عمر بن عبد العزيز وكان هناك أعرابي يمشي بالغنم فعندما هجم الذئب على الغنم قال الأعرابي إن عمر بن العزيز قد مات الآن كان عمر بن العبد العزيز حينما يريد الشاب أن يتزوج فكان يقول زواج شباب المسلمين من بيت مال المسلمين كان يخرج أموالاً من بيت مال المسلمين كان يضع الحبوب على قمم القبال لكي تأكل منها طيور وكان الغنم تحرصه الذئاب لأن عمر بن عبد العزيز أغنى الذئاب عن الغنم لعدله في الأرض وقيل بأن عمر بن العزيز حكم الخلافة ثلاثة سنوات ومات بين الثلاثين والأربعين عاماً وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ترجمة نانسي قنقر